السلام عليكم ورحمة وبركاته أحبابي في الله يعني التناقض اللي منعيشه بمجتمعنا مش عارف كيف بدأ أفسره مش عارف كيف بدأ أشرحه مش عارف كيف بدي أحكيه لما بدنا بدنا ولما ما بدنا ما بدنا بمعنى بنحلل على كيفنا وبنحرم على كيفنا أحيانا لما تزعل من إنسان وتخاصمه ويزعل منك ويصير بينك وبينه خلاف حتى بين الأزواج والأقارب والأهل بتروح أنت بتقول بستشهدوا آية قرآنية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم بتروح لآية قرآنية تانية بدك تصالحهم بتقول والكاذمين الغيظ بتروح للبنوك أو لشركات الأموال اللي تقترض من المبالغ مالية دول فأذنوا بحرب من الله حرام ربا بتروح لما بدك تحلل هذا الموضوع تصير تحكي فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه والأمثلة على ذلك كثيرة 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 الفكرة اللي بدأ أوصلكم إياها إنه إحنا لما بدنا نحلل الشيء منلجأ للقرآن ومنستعين بأي من القرآن الكريم لما بدنا نحرمه كمان منلجأ للقرآن الكريم ومنستعين من القرآن الكريم منحلل من القرآن ومنحرم من القرآن لنفس الشيء لنفس الحالة فكثير من موازيننا ومن أفكارنا ومن ثقافتنا اختلطت والتبس عليها الأمر وكل شيخ أو وعد أو داعية يفسر بطريقته وبأسلوبه هذا بيقول هيك وهذا بيقول هيك وهذا بيحكي هيك وهذا بيحكي هيك كل واحد بيحكي الشكل والتنين بيصيروا ردوا على بعض وأحيانا بيخطوا بعض وانتقدوا بعض وإحنا صرنا بالنص مثل الأطفال الصغار اللي أبوهم وإمهم بيزعلوا مع بعض وبتمشكلوا مع بعض أمام أولادهم أطفالهم الصغار ما بيعرف شو الحاصل ومين الصح ومين الخطأ أرجو أنكم تكونوا فهمتوا علي أنا طبعا أسئلتي هاي هي أسئلة استفسارية وليس أسئلة استنكارية وصلى الله على محمد والآله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله